اشتركوا في القناة اعطنا المطعم اللي هو اول مطعم بينعطل الأطفال بدلا بتبلش تسمعي وتقرأي وتشوفي على السوشال ميديا بيقولوا انه المطعيم ممكن سبب توحد المطعيم ممكن يكون مائلها داعي المطعيم هي عبارة عن تجارة الى اخرها الى اخرها بس بالنهاية الواحد لازم يكون واعي فسألت صراحة لدكاترة الأطفال تبعوني ولادي لما بديت مع ابن الكبير الصراحة المطعيم اش كتير اساسي بيحمي اطفالنا بالذات بوقت زي وقتنا ممكن يكون في بريك اوتس ممكن الامراض اللي بتتعالج او بتنمنع بالمطعيم بتحمي هاي المطعيم اولادنا صراحة المطعيم اش كتير اساسي بيحمي الاطفال وهم في بيتهم بيحميهم وهم في المدرسة بيحميهم لما يسافروا لانه ممكن يكون الامراض مش موجودة عندنا مثلا في بلدنا بس ممكن بديو يتغرب بديو يدرس بديو يروح سياحة لازم يكون الولد الطفل مدعم المطعيم اش كتير اساسي مش بس لطفل نفسه للمجتمع اللي احنا منعيش فيه انا الاء كسكاز ام لطفل عمر سنة ونص تقريبا اول ما ولدت كان يحكيي الدكتور اطفال على عمر الاسبوع لازم تعطيط مطعوم الاول ماكسما لعمر الشهر طبعا بمرحلة اول سنتين من حياة الطفل كتير مهم موضوع المطعيم لانها بتقوي مناعته وخصوصا من اول سنتين الطفل كتير بتعرض لامراض او المناعة كلها بتكون متكونة لهاي اول سنتين فعشان هيك اهم اشي من الموضوع انه لازم المطعيم تكون بالسكجول نفسه تمشي فهلا بتسمعي كتير حكي انه لأ مطعيم هاي برا باوروبا بامريكا بطلت منتشرة زي اول وصار في كتير ناس ما يطعموا ولادهم خوفا من اعراضها مثلا الاول مطعوم اللي هو السيل كانوا يخافوا انه لأ انت بتعطيه مطعوم السيل بس يمكن يمرض بعد شوي فانا كان اعتقاط الداخلي كأم واحساس انه لازم اطعمه وطعمته كل المطعيم الحمدلله والحمدلله ما شفت اي سايد افكت منها خاصة كان في مطعوم السنة والسنة ونص اللي هو الامامار لهلأ فيه توكس عليهم لهلأ فيه امهات عم بيخافوا انه لا نطعمه لا لا تعطي التطعيم حتى في حملات صارت انه ضد التطعيم لانه بسبب توحد فانا بحكي لكل ام انه لا ما في هل حكي التوحد ما انه دخل بالمطاعيم وكتير دكاترا سألتهم وحكوا لي انه انت واحد ما ادخل بالمطاعيم انا نور دجاني عندي ولدين سند وطلال سند عمره سنتين وعشرة الشهر هلا طلال سنة واسبوع اول ما ولدت سند كنت كتير خايفة من المطاعيم تعرفي اول مرة ام وبس مع كتير اشياء وكتير فيه بالمجتمع اراء بناقضوا بعض فكنت كتير خايفة اخدت وقتها الاسامي كل المطاعيم اللي لازم ياخدوهم وبدأت اقرأ كأم وفي كتير منهم كنت اخاف منهم زي ما بتاخدي اي دوة اي دوة بتاخدي انا من النوع اللي دوة طبيعي بقرأ كل المخاطر تبعونه في كتير مثلا في منهم بس لازم ااخد الدوة فقررت لحالي واستنتجت انه لازم اعطي اولادي المطاعيم عشان عن جد بحميهم يعني مش بس بحمي الأولاد او بعمل وقاية من الأمراض الكبيرة اللي بتقدر تأدي لوفاة مرات بس بحمي الأولاد التانيين فيه أولاد يعني الله يشفيهم يا رب بس بيكون منعتهم كتير واطية مثلا مثل أمراض انه أولاد اللي عندهم سرطان مثلا هم ما بقدروا ياخدوا مطاعيم وفيه من الأهل بيكونوا بيتمنوا عشان عن جد بحمي الأولاد